ان انا امي جالها كانسر وانا خبيت عليها فترة لحد ما ابتدت العلاج لانها كانت في حالة متأخرة اكتشفنا وخبيت عليها فترة لحد ما ابتدت العلاج فهي عرفت سبحان الله يوم ما عرفت كان هي قدامها ثلاث شهور ونص حاجة كده هم قالوا الطب قال كده عاشت بعديها اربع سنين عشان عشان بس ويوم ما توفت ما توفتش بالكانسر توفت لأسباب بقى اخرى يعني كانت كويسة وكانت تحسنت في حاجات كتير وكده بصي انا من وانا طفلة طريقتي كده في الحياة بتفقلي وبحاجتي لكن امي كانت بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا لان انا جاوزت مرتين والمرتين عدد صغير قوي فترة زمانية صغيرة جدا فعشت انا وبنتي في كنف الام يعني يعني جاوزت بيبي خدتها وروحت وقعدت مع امي بعد كده تزوجت شريف يحيا الف رحم عليه يا رب انسان رائع كان وتوافت وكده ورجعت عشت مع امي وقعدت معيها فحياتي كلها معايها وانا من وانا طفلة صغيرة بنامي حدونا بأداي ورجلايا فاهم عارفة الاطفال المحتكين يعني ملتصقة بمامتي جدا وانا بنتها الصغيرة فكانت الدلوعة اللي هي بتحبها اللي حبت بنتي اكتر حد من ولاد اخواتي يعني حيزعلوا مني بس دي الحقيقة هم عارفين بس هي بتحبها قوي كانت الدلوعة بتاعتها وانا عايز اقولك ان انا بنتي حتى يومنا هذا وانا لما يعني احنا ما بننسهاش وكل اعاداتنا بنتكلم عليها ان احنا الدموع بتيجي في عينينا كل من افتكرها من كتر حبنا لها يعني حتى يومنا هذا وهي بقى لها اكتر من 8 سنوات